والآن إلى أبرز ما تدولته شبكات التواصل الاجتماعي ونبدأ بخبر سعيد لعشاق السفر والمغامرات حيث حلق رائد الفضاء الأمريكيين روبرت بينكن ودوغ هورلي من مركز كينيدي الفضائي في صاروخ سبيس أكس التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تنفيذ مهمة تاريخية وتبدو المهمة خطوة متواضعة على صعيد استكشاف الفضاء إذ أن الرائدين لن يتوجها إلى القمر أو المريخ بل إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح الأرض والتي يستخدمها رواد روس وأمريكيون منذ عام 98 وفي حال إنجاز المهمة بنجاح فهذا يعني أن الأمريكيين لن يعتمدوا بعد الآن على الروس للصفار إلى الفضاء فمنذ العام 2011 كانت الصواريخ الروسية هي المركبات الفضائية الوحيدة المتاحة لهذه المهمات وستصبح عمليات الإطلاق حدثا منتظما في فلوريدا جديد ترجمة نانسية ترجمة نانسية ومن الفضاء إلى الرياضة وإلى الرياضة ما بعد كورونا فبالتأكيد يشتاق جمهور مشجعي فريق كرة القدم إلى حضور مباريات كرة القدم في الملاعب والتفاعل مع اللاعبين ولهذا السبب ابتكر فريق ديناماركي مدرجا افتراضيا لجمهور المشجعين لحضور مباريات الفريق عبر تطبيق زوم دعونا نشاهد ونبقى في الرياضة وفي الروح الجميلة للاعب كرة السلة مايكل جوردن الذي أعلن عن تضامنه مع المظاهرات والإحتجاجات على مقتر جورج فلويد حيث قال يكفينا كم عبر جوردن عن حزنه وألمه قائلا أشعر بألمي وغضبي وإحباطي الجميع أقفوا مع أولئك الذين ينددون ويحتجون على العنصرية والعنف ضد المواطنين الملونين في البلاد لقد اكتفينا لا توجد لدي حلول لكن قوتنا في أصواتنا الجماعية وعدم سماح للآخرين بشرزمتنا أقفوا معنا ترجمة ترجمة نانسي قنقر إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا البانورامية تابعونا على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير